أنا طور بالبناية مخاملين أتخمين خطأ بقى أصدها من 2007 بقدم أنا كتب لحد تالي يحلولي هالمشري تندفع لأن هلأ أوصل تقريباً اللي دفع ده 35 مليون بقالولي تعي نهار عند المحافظ بيكون نهار الجمعة بالمسطح هوني يعني تنشوف شو ما أقولي أنه خلصها القصة شهر تقريباً قدمنا شكوي والحمد لله الله وفقنا فيها وعمل اللي طلع بإيده كثيرة هي الشكاوى على أبواب مكتب محافظ مدينة بيروت زياد شبيبة المفتوحة منذ أكثر من سنتين ونصف في كل يوم جمعة من الأسبوع ومن دون موعد مسبق ليصبح بذلك على تماس مباشر مع المواطنين الذين استاءوا الانتظار للحصول على خدمة من هنا وأخرى من هناك على ذلك يسرع في حل المشاكل اليومية التي تواجه المواطن وتسهل عليه إيصال معاناته مباشرة إلى المعنيين كل مرة يتزايد العدد وكل مرة تتزايد وتتسارع الفعالية والسرعة بتلبية حاجاتهم ومعالجة الشكاوى الشكاوى متنوعة من كل الأنواع المهم بالموضوع هي الرسالة للمشاهدين والمواطنين أنه التواصل المباشر هو حق لألون وأنا عم كرس لنيه بهذه الطريقة أنا أؤمن بالتواصل المباشر لأنه فعال وما يكون فيه أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل اجتماعي أو غير اجتماعي لأنه بيخلق حالي من الشكوى الوهمية اللي ما بتوصل لنتيجة لعنده شكوى حقيقية بيجي لهون أهلا وسهلا فيه أنا شخصيا بشوفه بتابع له قسط وبحلة في الدوائر والمصالح البلدية اللي ترتبط بالمحافظ ببيروت عم بتابعة شخصيا أنا وإذا كان فيه مطلب لدى المجلس البلدي أكيد نحن على تعاون وثيق ومنعالج الموضوع أيضا وهنا إشارة إلى أن المجلس البلدي لبيروت وإذ يتابع شكاوى الناس أيضا يؤكد شبيب أن هناك تعاونا وثيقا وتكاملا بينه وبين المجلس البلدي والمواطنون يؤكدون أن صوتهم يلاقي الصدى شو فيه شكاوى لشرق سوق السبيل التجارية عب يتنفذ من مهرجانات تجارية عندك مخالفات غير شرعي قانونية كله عب يتنفذ عندي قضية بالتعدي على الأملاك المشتركة صار لسنة ونصف بتابعة سنة ونصف بتابعة وما كنت وصل لنتيجة ساعته ساعدني كتير 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 هلأ فيه وصايا؟ عند المحافظ ما فيه بس تحته لما بتروح المعاملة من مكتب لمكتب من مكتب لمكتب إجراءات عقيمة بالحقيقة رتم الهوة بين المواطن والدولة هو الهدف الأساسي من هذه القطوة الفريدة من نوعها علها تنسحب على كل القطاعات التي من شأنها خدمة المواطن ليشعر أنه في دولة تحترم حقوقه تحترم حقوقه